نحن نتكلم بشكل مفصل عن صفقات أوروبا خاصة أنت بتتكلم أن الفرق كلها رجع تاني للتدريبات استعدادة أكيد للموسم الجديد هنقش كل ده بس خليها نرحب في البداية بدفنا العزيز والساز أحمد غنيم الناقد الرياضي بونجور بونجور نهاية واندن صباح خير عليك وعلى كل مشاهدات صباح الهنا أشعر في أبدأ منين ولا منين والله مركاته ساخن جدا ومنشتات قوية وطبعا يعني الواحد في حاجات عايز يفهمها بصراحة وانا عايز أبدأ تحديدا بملف ميبابيا لأن النهاردة كان معي خبر جديد أو آخر حاجة في هذا الملف وقصة أن احنا سمعنا بقى أن الهلال السعودي عرض رقم كبير جدا 300 مليون يورو يعني أنت بتكلم فقا أعلى من كريستيانو رونالدو وهل ده أصلا يعقل وحاجة تانية قال أن بارسلونا في طريقه برضو ليه التعاقد وغير أنه أصلا حابب أنه يروح ريال مدريد بص الموضوع غريب غريب إيه الجديد؟ إيه اللي صح؟ إيه المؤكد؟ لو أنت عندك أي معلومة يعني؟ بالنسبة للمصادر الموصوكة أن هوند في قصة إنبابي الوضع كالآتي طبعا باريس سانجرمان عرضه خلاص البيع لم يضم إنبابي للقايمة للجولة بتاعته هو زيء منه مؤخرا لأنه كان فيه اتفاق مش مكتوب إن إنبابي المفروض كان العقد بتاعه ينتيف في 2024 لكن فيه قابلية شرط موافقة إنبابي أن يمدد إلى 2025 إنبابي بعت خطاب لباريس سانجرمان منذ حوالي أكتر من شار قال لهم أنا مش همدد وأعاد يخلص في 2024 وبعد كده أرحل باريس سانجرمان قدرت باريس سانجرمان عندها قناعة تم أنه فيه اتفاق بين إنبابي ورائل مديد أنه يرحل مجان في 2024 طبعا الوضع حالي أن باريس سانجرمان عايز خلاص إنبابي يتبع بإنه حق منه أكبر استفادة مادية بدل ما يخسروا مجانة في سيف 2024 الورود اللي وصلت حتى الآن حسب المصادر الموصوقة العرض الرسمي وجود على الطاولة هو عرض الهل السعودي يعني ده خلاص مؤكد 300 مليون يورو المبلغ اللي ياخده باريس سانجرمان 300 مليون يورو حتى أعلم المبلغ اللي طلبه باريس سانجرمان حوالي 22 مليون يورو خاصة ده لعب نقصه سنة واحدة في عقده الكلام كله بقوا ده بحسب شبكة سي بي اس الأمريكية وده واحدة من أكبر الشبكات على مستوى العالم بتقول أن الراتب الإجمالي لنبابي في السنة الواحدة هيبقى 700 مليون يورو شامل طبعا الراتب الأساسي 22 مليون يورو بلاس طبعا إبقى فيه نسبة إعلانات حقوق الصور كلها كل عائداتها تبقى معا مبابي والعقدة يكون لمدة سنة واحدة بحيث أنه يحق حلم بعد كده يعني المسؤولين في الهلال وفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما عندهمش أي مشكلة إن العقد يجي سنة واحدة إن المبابي يجي سنة واحدة وبعد كده يروح بشكل مجاني ريال مالي ما عندهمش مشكلة يدفعون الباكتج كلها توصل مليار يورو يدفع هذا المبلغ مقولة ليه أدفع في المبابي مليار يورو ليه أعلى من مكان ميسي ممكن يجي وأعلى من كريستيان ولا مش فاهمة دي هم عايزين وإنها تتكلم فوارق السن يعني أس كده كده وقعت سنة واحدة فمش هتفرق السن السن ده يعني دي عامل لكن العامل الآخر وهم هو الماركتنج للدور السعودي العالم كله أنا هوند أنا أعترف العالم كله يبتكلم على الدور السعودي وده هم العايزين بس رقم كبير رقم طبعا بخير أنا ما بقللش منه بس رقم يوج الأكيد وبحسب كذا مصدر سواح لكيب صحف الإطالي الشهير فابريزي رومانو شبكة سي بي أس سكاي سبورتس 300 مليون يورو وبالفعل باريس سن جرمان وافق على العرض بشكل مبدئي وسامع إدى برميشن ليه الهلال أنه يدى يتكلم مع مبابي حتى الآن الهلال ما تكلمش مع مبابي ومش عارف موقفه حتى يعني في بعض المواقع الأسبانية طبعا القريبة من ريا المدري بتقول إن مبابي رافض الفكرة لكن أنا بتكلم على المصادر الموثوقة حتى الآن لا يعني مبابي حتى أنا ما انشأها أو لا بشكل يعني يمكن يعني الظهور الوحيد من مبابي على خصوص القصة دي كان لعب كرة سلة أمريكي يعني ظهر بشكل ساخر يعني أواخر أمس الليل وقال إن أنا كمان ده أنا عايز أنا كمان أروح للسعودية فمبابي عمل إموشن ضحك ده الشكل ده يعني التعليق الوحيد من مبابي على كل الشائعات دي لكن في عرض من أجل السعودي في عرض المسؤولين عن الكرة السعودية يدوني مبابي يكون موجود على الألف في السنة دي لأن دي سنة استثنائية وتاريخية للدور السعودي نتكلم في أسماء كبيرة جدا موجودة حاليا في الدور السعودي نتكلم في طبعا كريسيانولو كانت بداية مارسيلو بروزيفيتش في النصر ألكس تيلس في النصر الأهل السعودي ضم إدوارد ميندي الحارس السنغالي ضم روبيرتو فرمينو وقابقه وسنة قضلة من ضم الرياض محرز الهلال نفسه ضم سافيج النجمز السربي ضم روبين نفيز ضم الكريدو كلبالي فلا يعني هما دي سنة استثنائية وبالتالي لو ضمهم بحتى لو سنة واحدة وبعد كده هيمشي مجانا رغم كل أموالها تدفع دي وبعد كده هيمشي مجانا يروح ريال مدريد والمسؤولين في الدور السعودي بحسب كل المصادر الموصوقة مع دومش مشكلة في سبيل المباب يكون موجود ماركتنج للمشروع الضخم جدا اللي بيتم حلان فيه المملكة العربية السعودية على سعيد كرة القدر يعني هل الموضوع يستحق كما الماركتنج حصل حصل يعني العالم كله خلاص بقى باصس على السعودية وعلى نقلة نوعية الموجودة ولفت انتباه العالم هل هما في حاجة لمزيد من المليارات أن هي تدفع في بردو لعيبة ولا هي قصة مش بس ماركتنج قصة أن أنا فعلا عايز أعلي من الدوري السعودي عايز أقوي من الدوري السعودي وعشان أعمل ده أصلا هيا هي بيتم هذا الموضوع بالصفقات المليارية دي ولا مفروض أن أنا أهتم بقعدة الناشئين والبراعم عندي علشان بكي أقول على اللونجران أنا عندي دوري سعودي قوي باللعيبة المحلية يعني لديه نقطة كويس جدا هاوند انت يعني اتكلمت فيها الحقيقة لأن دي بيت حانيا المنتشر على المستوى العالم كله حتى مش في المنطقة العربية المشروع السعودي مش أيم بس على الصفقات المشروع السعودي أيم على تطوير الملاعب حانيا أصبحت أنها متطورة بشكل كبير جدا بس التلفزيون بقى متطور بشكل كبير جدا يعني أنا آسف أنه بس التلفزيوني في مجارات أليو برامز يعني كان فيه بعض الملاحظات في الدور السعودي الموضع مختلف بشكل كبير جدا ومتطور بشكل كبير جدا الموضوع البراعم جايبين مدربين على أعلى مستوى في الأكاديميات يعني جايبين حتى المدرين الفنيين الاتحاد السعودي كرة القدم مهتمين جدا بموضوع البراعم لأن هما هدفهم أن يحققوا مركز كبير جدا في كاس عالم عشرين ثلاثين وبالتالي طبعا لا هما ماشيين في كل الخطوات من ضمنها استقدام النجوم لأن ده هيزود من طبعا يعني الماركت بعد دور السعودي القيمة الفنية للمسابقة النقطة المهمة جدا استفادت اللعب السعودي نفس اللعب المحال نفس يستفيد لما يشوف إيه لعب جنب بابي إيه لعب جنب كريسيا رونالدو جنب ساديو ماني بالنسبة ساديو ماني اقترب من النص بحسب فعلا ساديو ماني اقترب من النص لأن بارمينيوك مش عايزه أنا اسمعت الموضوع ده بس كان زي ما يتقل إشاعة أو رومر الكلام ده مظبوط بالفعل حسب المصادر الموصوطة ساديو ماني بدأ ينفتح على انتقال للنصر السعودي ليكون معاوض طبعا لعدم التعاقد مع ويلفر الزهر اللي راح لكلات السراي وطبعا فشل صفقة حكيم زياش ساديو ماني بمناسبة كان رافض في الأول وكان متمسك أنه يستمر لكن بارمينيوك نفسه بشكل واضح وبشكل رسمي قالوا أن اللعب خرح حسابتنا هم عايزين يستفيدوا يعوضوا الفلوس اللي دفعوا اللي فاربول وفي نفس الوقت ساديو ماني بحسب بعض المصادر الموصوكة هياخد حوالي 40 مليون دولار في السنة كان طال في أول بمناسبة 100 مليون لكن بعد كده تم تخفيض من 140 وإحتمال ممكن نشوف ساديو ماني أنا لا أستبعد أستبعد بالمناسبة شوف كلمة المبابي بعكس كل ما يقال احنا شكلنا هنشوف نفسنا احنا هناك أنا لا أستبعد ألاقي نفسي هناك الوضع بقى غريب جدا العرض مغري جدا أولا من ناحية المادية وفي نفس الوقت هيلعب لأنه هو هيواجه مشاكل لو استمر في باريس سان جرمان بهذا الشكل ورغم كل التحذيرات من اتحاد ربطة اللعبين الفرنسيين ولكن أنه ميتمش تجميد كلمة المبابي لكن هذا غير متوقع تماما نتقال برضو من الكلام اللي كتب في المواقع الرياضية المختلفة قال لك المؤثر الأكبر في موضوع ميبابي ملف ميبابي وإسراره على الرحيل قبل الموعد هي والدته فايزا العماري لها تأثير كبير جدا وبمثابة مديرة أعمال وهي اللي بتبقى لها الكلمة الأخيرة في سوق الانتقالات الخاص بي فهل الكلام ده مظبوط ولا لا وانت وجهت نظرك برضو هل هي فعلا بتبص على المصالحة المادية اللي ابناها وده مشروع جدا بالتأكيد بتبص على المعدية طبعا بالتأكيد اللي هي عامل مهم جدا مش والده هي فعلا فايزا العماري هي اللي لها دور حاسم جدا في المستقبل بتبص على الجانب المادي ده ليل بابي كان قريب جدا من الانتقال الرئي المدريب مجانا في صفة 22 صفة الماضي لكن العمال المادية العرض بتاع بريس بريس سانجوان كان قوي جدا بلاس طبعا ساعدة حاصل تدخل سياسي من الرئيس إمان والماكرون نفس الرئيس الفرنسي وقال له احنا عايزينك تكمل عشان صورة الدولة الفرنسي لكن اعتقد ان باستراتيجية بريس سانجوان متغرب شكل كبير جدا بعد اللي حدث الموسم ده الاخفاقات الكبيرة لبريس سانجوان وتحديدا في دورة طال أوروبا والخروب بشكل حقيقة مهين ضد باري مينيخ في الزياب العودة المستوى كان سائق جدا اللي حصل مع ليونيل ميسي ولجوم الجامهير الكبير عليه فشاب قدر بريس سانجوان شايف حاليا تبص على فيما الفنية اكتر من مجرد اسماء ان احنا بنرس اسماء في الهجوم من بابي وميسي وميمار والمحصلة كانت على الصعيد الاوروبي صف ما احترم لدورة فرنسي التارجد كان بتاع بريس سانجوان بكل هذه الأموال التي انفقت كان دورة بطال قربو هذا الهدف لم يتحقق وفي نفس الوقت ما شايفين منشستر سيتي المشروع بتاعه نجح بشكل كبير جدا حق السلسية تاريخية في الموسم الماضي وبإنفاق ذكي حقيقة مشروع الاماراتي في منشستر سيتي مشروع نجح جدا وحاليا الوقت منشستر سيتي كمان ما بقاش يدفع مجرد يدفع أموال يعني حتى الان صفقة يعني جافرديو لمدافع كرواتيا ليبزيك ليبزيك مشتبة 100 مليون يورو عشان يبيع جافرديو لمشستر سيتي لكن حتى الان منشستر سيتي بيتفاوض ونقلل المبلغ وهو شايف انه خلاص ما بقاش فيه انفاق بشكل زي الاول فالمشروع الاماراتي فيه منشستر سيتي نجح بشكل كبير جدا على عكس الوضع في بريس سانجيمان وبدأ اعتقد هيستنسخوا التجربة الاماراتية بقاش مجرد بس أسماء لا كما الفنية عشان نقدر نحقق الهدف أنا ليه حاسة غير ليسة ما فيش كلام على الموضوع ده بس ليه حاسة انه قريب جدا هنسمع ان هالند جالوا وعرض لان ده اللي فاضل هو ده اللي فاضل بجد تقريبا يعني مع كم اسم آخر بس انت بجد استقطبت كل الأسماء الكبيرة جدا في الأندية المعروفة والأندية اللي هي الكبرى في العالم عندك والله بس هالند فيه برضو فيه أسماء بترفع يعني من يومين ماركو سيلفا مدارب البرتغال نادي فولها مرفض عرض كان هياخد التوتل بتاعه 40 مليون استرديني مع نادي أهل جدا رفض وكان طبعا كان فيه كلام على روي فيتوريا كان تم نفلي ده بشكل صريح من نهاردة تكلم في الموضوع ده نعم نفلي ده بس حصل كلام مع روي فيتوريا ان هو يعني حصل كلام مع روي فيتوريا كان مشكلة مشكلة روي فيتوريا مش طبعا أكيد وماشي يفيه احترام للكلمة وكل الكلام ده كان بفوجة نظري ان هو مشكلة ان ما فيش شرط جزائي اسمح لي بالرحيل الا بعد كاس قوم أفريقيا القادمة ان شاء الله عندنا احنا في العقد بتاعنا شرط جزائي ده الكلام اللي تقال وده السمعته من مصادر مصورة جدا قريبة جدا من اتحاد المصر كرة القدم فلسه يعني يعني فيتوريا كان ممكن يسيبنا ويمشي هو يعني بحسب كلام كابتن حازي مهم هو طبعا المسؤول لكابتن محمد ورابة كان لي تصريح بالزبط لكن كابتن حازي مهم طلعب بالامس ليلا وقال ان بالفعل فيتوريا جاله عارضين لكنه الراجل كان محترم جدا معانا ورفضهم يعني مستمر مع المنتخب مصر وقال بعانا حتى لو سوء في شرط جزائي الراجل شايف ان هو مبسوط جدا معانا وده حيث حتى بالتأكيد متأمين ان بالفعل ريف فيتوريا. أنا أعتقد بالصبر عليه إن شاء الله حتى بصرف النظر عن أي نتائج تحصل في كاسة أم أفريقيا. يعني ممكن إن شاء الله نشوف معاه يعني بروشيكت محترم جداً بإذن الله في الفترة المقبلة. لكن الحقيقة هلند نشوف الدور السعودي. لا في أسماء بترفض. هلند صعب لإنما نشاهد سيستيقامه القوة المالية قوة المالية بتاع قندية البريمير ليج بشكل عام بالمناسبة. كل اللعيبة اللي راح اتحدينا الهوان من البريمير ليج للدور السعودي بناء على رغبة اللعبة دي نفسها نظراً للعروض المادية المقدمة كبيراً. وآخرهم راد محرز. عرض المقدم راد محرز حوالي خمسين مليون في السنة صعب جداً يرفضه وخاصة ريام محرز. اتنين وتعاتين سنة حقق كل شيء في كرة القدم مع منشطة خاصة سواسية الموسم الماضي. وكانش بشارك بشكل كبير. فبالتالي الباكيج كلها بناسبة لي جداً يروح لكان يعني يروح للأهل السعودي إدوارد من نفس القصة معظم أسماء تحديدة من البريمير ليج. لكن الأسماء اللي سواء ذهبت من الليجة أو من الدور الإيطالي دي في الأساس ذهبت لأسباب مالية بحتة وآخرهم. وكان أبرزهم طبعاً مارسيلو بروزوفيتش اللي كان برشلونة عايزه. لكن برشلونة طبعاً نظر الصعوبات المالية الكبيرة. وبمناسبةً هاوند إما أنت ذكرت برشلونة الخبر بصراحة بالنسبة لي لهم أن طلعته صحيفة يعني موسوخة جداً زي الكيب لكن بالنسبة لي الخبر كان غريب جداً يعني هو يعني. على أي أساس هو لا يملكه أصلاً قدر المالية لشراء أي حد. برشلونة حتى لانا هاوند كل الإنفاق بتاعه في المركاتو. 3.4 مليون سترليني ضم روميو لعب الأسباني قادم من جيرونا عشان تكون معاول لسيرجي بوسكس اللي كان بشكل مجاني ومارتنيز القادم من أتليك بلباو المدافع على أي أساس يعني. بالضبط. برشلونة عنده أزمة مالية طاحنة حتى الآن الصفقات دي ما تسجلتش في كشوفات ربط الدور الأسباني. فبالتالي كان خبر يعني بالنسبة لي كان خبر كومي جداً. غريب جداً. آه يعني برشلونة ظروفه صعبة جداً يعني. خصوصاً كمان مستوى كمان على الملاعب أو على الأرض مش أفضل شيء. فاللي هو نقول مثلاً حيروح علشان النتائج مش هيفكر في القيمة المالية ده مش حصل يعني. برشلونة بالفعل آه صحيح إن وحق الليجة لكن حق الليجة في وجهة نظر ريال مدريد كان ليه دور كبير جداً بسبب التخبط في المستوى. صحيح. لكن سكواد برشلونة لو كارننا بسكواد ريال مدريد الحالي في السنة الجاية أنا أرشح ريال مدريد. نظراً كمان للصفقات لأبرهم من ريال مدريد وتحديداً جود بيلينجهام. أغلى لعب من أغلى لعبين في المركات وهذا الموسم وبمناسبة أنا واندي ملحوظة سريع جداً أغلى اتنين لعبين في وحتى الآن من إنجليز من المنتخب إنجلترا جود بيلينجهام وديكلان رايس لعب وسط وستام اللي انتقل إلى أرسل بمبلغ أغلى لعب بريطاني حاليان في التاريخ مية وخمسة مليون استرليني. فيعني لأ. ده باليورو كان بقى? ما لأ مش مش اغطر في الحساب مع درش. نحب الأرقام قوي. لا بس هو يعني بالاسترليني مية وخمسة مليون بس مبلغ ضخم. مبلغ ضخم طبعاً ديكلان رايس. خصولنا بيلعب فوسط ايام. ده نادي كان مصرع على الهبوط المسلم الماضي. ولكن بالمثبت يعني هوند الانديل الوحيد القادرة حلينا على مجابة القوى المالية الانديل السعودية هي انديلت البريمير ليج. دي برضو محوظة. بس بقى رغم كلامك ده افتكر كلامي أنا. انا اشعر ان هالند قريب هيجيله عرض قوي جداً. والله اذا كان الباب يجاله 300 مليون. هنتفق بس يعني هنتفق ان ده ورد الحدوث. ممكن. نفتكرها بقى النقطة دي. لا ممكن. 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 لا اتطفق معك انه ممكن. كل بعد اللي حصل. بعد اللي بيحصل في الـ 48 ساعة الاخيرة. كل شيء متوقع. كل شيء متوقع. ميسي كان مورد عرض خيالي يا نهوان. انا حساها يندم. ولو عزين مع كل اللي بيحصل ده دلوقتي. والاسماء اللي لسه هتضاف. يعني اعتقد قريباً جداً. انا اعتقد ربما تلاقي ميسي كمان يندم. انا انا كنت بصراحة جديدة. كنت مرجح ان يمسي يروح الهلال. كنت مصابع بقصة برشوة تامن. لكن العرض اللي وصل لي من انتر ميامي كان عرض زكي جداً. يعني هو هيقف في السنة. من خمسين لستين مليون دولار راتب يعني اساسي. وبلاس هيكون ليه نسبة من ارباح الشركة المالكة الحقوق البس التلفزيوني لدوري الامريكي. وارباح من المبيعات القمصان الرعاية. كل ده هيجي برضو في العرض ايه تصل للسعودية. اعتقد كان الكي المفتاح الرئيسي في القصة دي انه يحق لي زي ما عمل بيكهن بعد كده فرانشايز. يعمل نادي او يملك اسهم في نادي وتحديد نادي انتر ميامي بعد هتزال لعبة. اعتقدت دي كان كلمة السر بالنسبة لميسي بلاس طبعا الرحل ان هو بقال ان العيلة كان لها دور. عيلة ميسي كانت مرتاحة جداً حالياً يعني في الاقامة في ميامي. هم شافوا مرغم ان هما ظهروا السعودية بالمناسبة من كذا شهر. لكن هما يعني ميسي قال ان عيلتي تفضلت اكتر اللي عيشة في ميامي على عكس الوضع فيها السعودية. لكن يعني هو كباجتش برضو بالنسبة لميسي بالنسبة عرض كمادي قوي جداً. طبعاً. لان ارباح من شركة قبل ملكة الحقل بس الدوري الامريكي. والارباح من الشركة الملكة او من الشركة اللي بتسوق القمصان تحديد النادي انتر ميامي ارباحها تبقى مشؤولية بالمنازة. فالممكن العرض يوصل حوالي مية او مية وعشرين مليون يورو في السنة. ده برضو مبلغ مشؤولية يعني. مشؤولية طبعاً. بس برضو لا يقارن بالعرض اللي كان مقدم. العرض السعودية كان ربمائة مليون. كان ربمائة مليون يورو في السنة. كان مبلغ ضخم جداً طبعاً. هنروح في فاصل سريع لسه كلامنا اكيد مخلص. ونرجع نكمل مع حضراتكم. زمنا العزيز طبعاً احمد غني مناقد رياضي مكمل معانا. وفي ملفات لسه طبعاً وانتقالات كتير عايزين نتكلم فيها سواء محلياً او عالمياً. بسنا عندي سؤال قبل اي حاجة. هو ليه؟ وعايزة تفسير ده. ليه في العالم كله بيحصل انتقالات للاعيبة يمكن منهم ميسي لحضرة بمثال يعني قوي. بيبقوا مرتبطين بأندية معينة. ولما بينتقلوا من هذا النادي ما بنلاقيش كم الهجوم عليهم بالشكل اللي بنلاقيه عندنا. انا مش بكلم عن حالة بعينها. انا بتكلم في العموم. يعني هل المنتالتي او الفكر بتاع المشجع الاجنابي او الاوروبي بتبقى فكر احترافي اللي هو بيبقوا فهمين ومدركين ان اللاعب ده بيلعب مع بارسلونا على سبيل المثال منذ يعني تواجده على الملاعب لغاية وقت معين. لما بيجي له عرض افضل بيروح. فما بيبقاش الموضوع فيه هجوم شديد اللازع زي عندنا ولا الوضع ازاي. يعني فصر لي الحتة دي لان احنا عندنا الموضوع ده شوية فيه مبالغة شديدة. احنا عندنا بالفعل فيه مبالغة بس برضو بحسابات يا نهوان دي. يعني انا هيزولك حاجة بشكل واضح جدا. لويس فيجو. يعني دي صفقة القرن واكتر صفقة جدلية في تاريخ ورقة القدم لما راح ببرشونة غير مزيد. لويس فيجو حنا ما بيخش استحالة يمشي حتى في يعني. نزي علينا جدا. يعني حتى وكان استقباله عدائي جدا. وحاجات يعني في المباريات كانت حاجات صعبة جدا. بتفسر ده بايه وده ما بيحصلش مع العيبة تانية. ما غريب. انه هو راح من غريب التاريخي. والموضوع كمان بيبقى ليه ابعاد سياسية. انت عارفين كان اقليوم كاتلونيا في اوكتر جدا. كان عازي انفصل على المبلاقة الاسبانية. طبعا سياسيا حسب النادي. يعني مثلا تشيلسيو او بين شيلسيو ارسلن مفيش حاسية في الانتقالات. بين ارسلن والتنيعي بيقى في حاسية جديدة جدا. بيبقى في حاسية جديدة جدا جدا. wait till the city and Manchester United. في حاسية وامشغ ليهر بول. نظرني برضو ان في كان فيه مشاكل اقتصادية عادة منها ليهر بول في بلايات القرن العشرين وم coordinتي هي في وفي .. بيتبقى فيها ابعاد. سيلتك والرينجرز في الدرو سكتلندي. لأسباب ومخلافات دينية وسياسية أمور كتير جدا الأمور بتبقى مطشط بينهم بتبقى صعبة جدا وبالتالي لو حصل انتقال من هنا أو هنا دي يعني من دل أو لده ودهو بيبقى صعبة جدا حقيقة بتبقى حالات تبقى حاسب لكن إحنا في مصر بشكل عام لا إحنا دعا في بعض المبلغات يعني مثلا العيد مثلا بيروح من نادي النادي مش منافس لي بشكل مباشر بتحصل عملات يعني هجوم بطريقة أنا بصراحة بشوفها مبلغ فيها إحنا في مصر عام دينية أمور زيادة جدا في أوروبا فيه آه فيه بتبقى فيه حاسية لكن لو انتقل من منافس لمنافس مباشر ليك ويبقى فيه تاريخ من العداء وليه أسباب مش بس كوروية أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية هو كمان يمكن طبيعة الأندية عندنا ومقرارة بأوروبا عندك أندية مثلا عندية شركات وأندية جماهيرية فالموضوع برضو في الأول في الآخر بتحس إن هو اللاعب رايح للعرض الأفضل لو انت بتكلمش عن منافسين بشكل مباشر يعني أو نادي منافس لآخر بشكل مباشر على مدار التاريخ الناس شوية بتقولك آه هو رايحة لشان قيمة مادية هو سايب النادي بتاعه اللي يجي مهرية وبيبيع النادي بتاعه يعني بياخدوه من حتة إنسانية شوية لكن طبعا الحالة عندك أندية يعني أندية الشركات مسيطرة ويمكن كمان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي فيه صعد للدوري الممتاز ومقدم شغل محترى ومتده يعمل مركاته وصفقات من أندية كبرى يعني الوضع شوية برضو طبعته مختلفة وضع الهواند هذا بصراحة موضوع عندها في الدور المصري دي الشركتر جدا بصراحة يعني أنا حزنت جدا الهواند لهبوط غزل المحلة وأصوان دي ناديين شعبين واحنا الكرة يعني الجمهور عاصر كرة القدر غزل المحلة تحديدا يعني شوفت اتهامات متبادلة وسوق إدارة وحاجات غريبة جدا الحقيقة قدل في الآخر الهبوط النادي بهذا الشكل اللي حدث وأصوان نفس القصة برضو فلا يعني لندية الشعبية عاصر كرة القدر لندية الشركات جميل جدا للإستثمار بس أنا برضو يعني عندي مشكلة مع البعض اللي بيتحادس عن الإستثمار يعني هل الإستثمار أنت مجرد بيجيب صفقات وبأرقام كبيرة هل هذا هو الإستثمار والإستثمار في البنية التحتية بتاعتك أنت تبني ملعب ليك زي ما مثلا أهل يراتي حاليا بيعمل في موضوع الملعب وجونا مثلا عنده الملعب بتاعه وجونا عنده الملعب بتاعه زاد دلاتي أستاذ القاهرة يعني غالية لما نشوف نموذج نادي الزد نادي الزد ده هيصعد أستاذ جاه هيبرم صفقات بس هل الإستثمار ده هل هيبقى نجح إيه العائد بتاعزله بتوصل حيضيف لكرة القدم المصرية ولا حياخذ منها بالضبط يعني تلخيص الإستثمار في كرة القدم في أن أنت بس أنت بتعمل صفقات وبأرقام كبيرة ده تلخيص قادر جدا وأن اللعب بياخد رأي تبعادي ده بفجرة نظر يعني أنا شايف إن الإستثمار في البنية التحتية في الملاعب في قطاع الناشئين وقطاع الناشئين ده أمر مهم جدا لو عايزين نصدر لعيبة أوروبا عشان نقدر ننافس ما ده بيحسن بالتزامن ما أداعرف إحنا بعيدنا شوية المغرب بقت متقدمة السنغال كوتفور آه صحيح بنقدر نلعبه مع الصعيدة الأفريكي لكن في وصول لكس العالم من حاجات دي هم بيقدروا نحاقق نجاحات إحنا بنحاققش نجاحات حتى إن لم نحقق أي نصدر في كس العالم خلطة مشاركات في أمور كدير جدا لو عايزين نقدر نتحرك فإنها فوجة نظر إن الإستثمار سيكون في الأندية الجامهيرية مش فوجة نظر هل كم الأندية أو أندية الشركات اللي عندنا متواجدة في أي دوري آخر في المستوى العربي أو يعني حتى العالمي دوري السعودي نموذج احنا مش هنروح بعيد مش هنتكلم على العالمي أنا نموذج دوري السعودي حاليا لا الأندية المرشحة المنافسة أنا هوند الموصف المقبل على الدوري الأربعة الكبار الأهلي النصر الهلال الاتحاد طبعا حامل اللقب ممكن يجي معهم الشباب يعني نادي الشباب أيضا جاي الاتفاق بالنسبة صفقاته قوي جدا يعني جوردن هندرسون قائد ليفربول على اعتبال انتقال للاتفاق طبعا بطلب طبعا من ستيفن جورد جوردن هندرسون طبعا هيروح الاتفاق لأنه هياخد راتب أسبوعي 700 ألف جنيس ترليني يعني رقم ضخم جدا وضحى بأنه عشقاب تنقائد ليفربول فابينيو لعب وسط ليفربول قريب جدا من الاتحاد فيعني احنا نتكلم أن الأندية كلها هناك منافسة كل العالم منتظر الدوري السعودي حاليا بس التلفزيوني بيتم التنافس على الفوز بحق بس التلفزيوني الدوري السعودي أنا أتمنى إن شاء الله ما بقولش طبعا النصر في الأموال دي كلها لكن إحنا يعني الماركت بتاع الدوري مصري إنه كمان يعني يتم بسه كمان في أكتر من الدولة العربية لأن إحنا أقوى يعني أقدم دوري في المنطقة فأتمنى الأمور تتحسن إن شاء الله لكن هناك الأندية كلها أندية جماهرية أنا وانت مش أندية شركات نادرا ما تلاقي أندية شركات في الإمارات المعظم الأندية هناك أندية جماهرية في قطر أندية برضو كل نادي بقى ليه جمهور لكن إحنا في مصر إنه يكون حوالي ستة أندية بصل أو سبع أندية جماهرية والبقى كل أندية شركات يعني أكتر من نص فده يعني أنا أتمنى إن شاء الله إن الأمور تتحسن وتترجع تاني أندية الشركات لأن ده عصب الجمهور عصب كرة القدر أصدق أندية الشعبية ترجع أندية الشعبية بالضبط لترجع مش أندية الشركات بص أقول لك على حاجة يعني نختم الملف ده أنا أتفق معك جدا أندية الشعبية محتاجة دعم مادة قوي جدا لكن إنتيج تتكلم مع حد من الأونرز أو حد من الناس المعنية بأندية الشركات وما اليوم فكره معين قال لك أنا مش هدخ فلوس مع الأندية الشعبية علشان في الآخر القرار ما يكونش في إيدي بيحصل تضارب في المصالح بيحصل إن القرار ما بيكونش في إيدك أنا عايز أدخ فلوس علشان في الآخر لي رؤية معينة الناس القائمين على النادي الفلاني بيبقوا هما ليهم رؤية مختلفة فبيبقى فيه خوف إن أنا أدخ فلوس مع نادي شعبي وحاول إن أنا قوم واستفيد ويستفيد لإنه هيحصل تضارب فيه القرار وفي المصالح فشان كده لا تنجح التجربة أنا عايز بك أنا أوندي يعني النقطة دي نقطة مهمة جدا 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 كواسي أنت أشارت ليها في السعودية على الجهة إزاي مؤخرا الأندية الكبيرة الرباع الكبير 95% اتخص خص بقى تابع صندوق الاستثمارات العامة السعودي و25% فقط اللي هو الرئيس النادي لغير الربحي فأنا أعتقد لو إحنا ممكن نشوف التجربة هل دي نقدر نطبق التجربة دي في مصر ولا بحيث إن إحنا الأندية الشعبية تقدر تقوم مرة أخرى أنا حقيقة بشوف مثلا نادي زي نادي اسماعيل نادي جمهيري ويعني جمهير كبيرة جدا المصري مثلا شوفنا الجمهير بتاعته إزاي كان في ناية كسر ربطة لكن طبعا للأسف يعني اللاعبين والجهاز الفني خيبوا الجمهير وخسروا بالنتيجة كبيرة جدا واحدة أربعة دي سلمية كيلو بطرة شوفنا سلمية كيلو بطرة يعني شوفنا الفرق يعني مش ضد ده بس السلمية كيلو بطرة حينما حقق اللقب حق اللقب لكن ما فيش جمهور إذن لما ناسا لو كان مصري حق اللقب كان يقبأ فيه جمهور فاني دي النقطة اللي بتكلم فيها وكل سنت أشارت النقطة دي السعودية بيعالجوها حاليا دوقتي بالقصة دي اللي هو خاص خاصة الأندية أنا تمنى إن شاء الله ده ينتقل في مصر إن شاء الله إنه إحنا إرسنا كبير جدا إرس الكورة المصرية الواحد بس خايف قدامت ليه بعد كم سنة الأندية الجمهورية دي ما بقتش موجودة خالص بالضبط يعني وربما ده بيحصل دلوقتي إحنا عملينا أشهده في يعني سقوط بعض الأندية الأسف الجمهورية اللي لها كان تاريخ كبير جدا فيما صبق زي غزل المحلة غزل المحلة صبق نقطة خاصة بالماركات وطبعا وحكلم عن ريال مدريد والصفقات الأخيرة بلانجهم وبارسلونا رغم الأزمات المالية بس عنده جوندوغان الصفقة يعني ولسه بيشغل على صفقات أخرى طبعا كل ده حكلم فيه بس خلينا قبل ما نروح لهذا الملف خليني أسألك عن أمر أنا سألته أو طرحته لسادة المتابعين في البداية لما كنت بتكلم عن قضية حسين الشحات ولا أنا مش عايزة تطرق لها كتفاصيل بس عايزة تطرق لنقطة أن بيحصل تجاوزات شديدة جدا من قبل بعض اللاعبين لكن ما بتكونش بواقع مادي بمعنى ما بنشوفش زق ما بنشوفش ضرب ما بنشوفش حاجات زي كده ممكن نلاقي عنف في الملاعب وده بيتم علاجه عن طريق حكم الساحة وغيره وده في بعض الأحيان وبعض الأحيان التانية ما بيحصلش أي رد فعل يعني ولكن قصة الشتايم والألفاظ تم سبوهم أو غيره أهل بيتي كل ده يعني يمزيج تقول تدارك نفسك ولازم أعصابك وكده في الأول وآخر برضو اللاعب ده إنسان وأنا لو حطيت نفسي مكانه ولاقيت حد بيتعد على أهل بيتي أكيد لن أقبل فالأمثلة دي أو الأفعال اللي زي كده ما بنشوف لهاش رد فعل ونسبة كبيرة ومؤخرا شفناها من حكم الساحة طب هو أنا مفروض مطالب مني أن أنا أتدارك أوي عصابي مع الاستهتار اللي بيحصل من لاعبين آخرين وخصوصا لاعب معين بمتكرر الأفعال دي معروف عنه إنه هو بهذه الأخلاق أنا مش بكلم عن الحدث برضو الأخيرة بكلم مفروض يتم إيه ونتدارك الأمر ده إزاي عشان لا يتم معاودته مرة تانية بصراحة لأن ما تبصش على رد فعلي بس تبص على فعلك أنت كمان يعني والاتنين غلط بالمناسبة طبعا بالتأكيد يعني ما فيش حد يدفع الغلط وكيد حسين الشحات أخطأ وخطأ كبير جدا طبعا تازر والنادي الأهلي أخد موقف قبل أي حد وليسا نهاردة فيه التماعة كان فيه بيان من نادي الأهلي صدر أمس إن فيه كابتن محمود خطيب هي التماعة مع كابتن ساحب حفيز تحدينا اللي مناقشت مع حدث الزبط لأنه واضح إن الكابتن الخطيب عايز يعرف بالزبط إيه اللي حصل بالزبط ويسمع من كابتن ساحب حفيز كل تفصيل حصلت عشان يبقى فيه لو فيه كرارات أخرى وما إلى ذلك بعيدا عن قصة حسين الشحات القصة دي على الجوة زي مثلا في البريمي ليجينا هوندي على سبيل المثال الأمور بصير جدا اللواقح اللواقح واضحة جدا أنا عايز أقول لك وقعة شهيرة جدا حصلت لكريستان رونالدو كريستان رونالدو في الموسم قبل الماضي تعدى على طفل مشجع لإيفرتون خد الهاتف فتاعه وقصره الواقعة دي فضلت الاتحاد الإنجيزيز وقرارات قدم بيحقق فيه حتى بعد فسخ رونالدو وقبل انتقاله إلى النصر تم اتخاذ قرار رغم أن الموضوع قعد وقت شوية لكن التحيات فضلت موجودة تم اتخاذ قرار بإيقاف كريستان رونالدو تعدى مباراة والإيقاف ده سارة على كل العالم مش بس على انجلترا نتيجة هذه الواقعة اللواقح هناك واضحة جدا للأسف الشديد احنا عندنا اللواقح مطاطية بشكل كبير جدا نتمنى قبل بداية الموسم المقبل أن اللواقح ما كدش مطاطية اللواقح في البريمير ليج وحاليا بيتبنى تطبيق ده في الدور السعودي وأنا ما بتكلم تطبيق ده عن الدور السعودي لأن احنا أنا قاصد ده عشان يكون عندنا غيرة وغيرة مشروعة ليس غيرة سلبية غيرة مشروعة لأن الناس دي جرانا طبعا وأشقها وكل حاجة نجزل نستفيد منهم ومش عيب أن احنا نقول لأن الناس دي سبقات نوازل نستفيد منه اللواقح تكون واضحة وصريحة أعتقد ده هينهي كل ده حكم المباراة وحكم الساحة ومرأب الموراء يكتب كل اللي بيشوفه ده الكاميرات يكون فيه احنا سمعنا التعدي اللظي في الفيديو يعني لو أنت عندك حاجة وكلنا شفناها تعدي يعني بمادي طبعا أنا شفت التعدي اللظي هل ده بيحاسب وده لا يحاسب يعني أنا بس عايز أفهم كجماهير حتى مش كإعلام وأنا ليه بحسب ده وما بحسبش ده يعني أنا مطالب مني كلاعب أفضل ألعب في الملعب وحضرتك عمال تشتمني وتشتم أهلي وأنا عادي أكمل وأبقى مركز في اللاعب وما جيش جنبك يعني ما ده برضو أنا أكسبت بال يعني مثال تاني شيء صعب جدا أنا بحيب بضرب بالأمثلة عشان ديه تبقى حاجات حصلت جوزين مورينيو بعد نهاية الدور الأوروبي ومخسرة روما هو شاف إن الحكم تيلور ظلمه وفعلا هو الحكم فعلا كان ظلم بعض الشيء نادي روما لكن جوزين مورينيو انتظر الحكم في الساحة في داخل الأستاذ وطلعات دعليه بالألفاظ والفيديو كان واضح جدا الاتحاد الأوروبي أوقف مورينيو طيب ولأن فيه هاو فيه فيديو فيه فيديو واضح فده أنا بتكلم فيه وحنا عندنا فيديو واضح إحنا للأسف الشديد وبتكلم بشكل عام يعني عشان بس ما حدش يقول أنا في قناة الأهلي فبقول لا حسين الشحاد أخد لكن إحنا بشكل عام الفيديو أو أكتر جدا ما بنلجأش للفيديو أقول لك أصل اللايحة ما كتبش الصف تقريب حكم لا فيه فيديوهات أجيب كل فيديو حصل كل فيديو طلع على السوشيال ميديا وفيديو مورينيو كان موجود الفيديو مورينيو تصور عن طريق السوشيال ميديا ما كانش موجود في مثلا فيديو معتمد في الملعب المباراة فهجيب كل فيديو طلع على السوشيال ميديا فيديوهات الموجودة في الملعب المباراة أي تفصيل الصغيرة وهو حاكم الساحة يعني يا أحمد ما سمعش بودن أنا ما قدرش عشان بقوله ما بقولك اللفظ سمعينه إحنا في الفيديو أنا ما عرفش برضه عشان أكون يعني الناس واقفة والحاكم واقف وإحنا سمعينه يعني أنا بقولك أنا وان في حاجة مشطيفة عشان كده بقول الفيديوهات كلها وكيونا اللواح وطها لكن المواحي المطاطية اللي إحنا شايفينها واصل تقرير حاكم ما ذكرش وكتفى بس مش عارف مين ضرب مين أو مين تعدى لكن الواقع كلها بشكل عام أو الاستفزاز بدأت إزاي فين التحقيق بالواقع كلها الواقع كلها بدأت إزاي لكن يعني الحقيقة هو راح ضربوا كده بسائل خير يعني ما مش طبيعي بر يعني مرة تانية هوند ما فيش أي تبريد اللي عاملوا أكيد وقلنا الكلام دي على فكرة القناة الأهلي أول تقريبا الممبر إعلامي بعد الواقع على طول طلع وغلط حسين الشحات لأنه دافع عن الخطأ ولكن إحنا لما نيجي نتكلم عن خطأ حصل بنشوف المشهد بقى ككل ما هو عشان فيها دي أهمية الاجتماع اليوم دا يا جريد كابتن محمود الخطيب مع كابتن سابح حفيز لأن أعتقد هيبقى فيه ممكن ما فيه تحرك ممكن حتى بالعكس ممكن أنا عارفش ممكن والله كابتن حفيز قولي حسين أنا عايز تحقيق مع اللاعب الآخر مع الشيبي ممكن عايز تحقيق لا يا حسين الشحات حصل لا ممكن الله أعلى ممكن نغلز العقوبة فلسه هنشوف لكن نتمنى أن اللواقح بتاعاتنا ممكنش مططية زي الوضع اللي احنا فيه دا اللي بيؤدي لحالة الجدل اللي احنا نشوفها حاليا رائع جدا عشان الوقت بيجري هروح معاك للصفقتين الخاصة اللي كلمت عن بيلنجهام وكلمت عن جوندوجان يعني المدريد وبرسلونا طبعا خير نتكلم بتشوف قدي نسبة نجاح كل صفقة منهم بيلنجهام صفقة ناكحة جدا ريال مدريد هو المستقبل خط الوسط مع تشاوميني ومع طبعا يعني أسماء كتير جدا بوهي فالفيردي فيدي فالفيردي الحقيقة هيبقى المستقبل خط وسط ريال مدريد لنخلص توني كروس ولوكا مودريش كاربعة اللي اعتزال بعد مسيرة أسطورية مع الريال الناحية التانية جوندوجان هو كان بس مجرد جوندوجان حقق كل حاجة في منشستر سيتي والعرض بالنسبة لبرسلونا مش أعلى مدين بمنزل سيتي لكن هو كطول مدة العقدة كان أطول لأنه عقده مع برسلونا سنتين بعكس طبعا عقده مع منشستر سيتي كالمنغاليك السنة واحدة آه بالتأكيد هل يبقى أضافة لكن أنا أعتقد برسلونا بالسكواد الحالي ممكن ينافس على دور الأسباني لكنه لا ينزل بعيدا في دورة أبطال أوروبا على عكس ريال مدريد بالسكواد الحالي وإن استطاع دم كالمنبابي سيكون هو المرشح الأول لتدوك بدار أبطال أوروبا نيري المدريد في السكواد الحالي ينقصه فقط فوجة نظري ظهير أيصر والزهير الأيصر ده أيضا يعني علاجها في بدم في إيران طبعا في المركات والحال لكن أعتقد لو دم مهاجم صريح وده حديدا بقدرات كالمنبابي أعتقد أن برسلونا نيري المدريد إن شاء الله هو المرشح الأول لتدوك بدار أوروبا لين يكسل بفلوس تونالي 70 مليون يورو دي بلس بعد الأموال الأخرى أبرم صفقات في وجهة نظري قوية جدا طبعا على الورق صفقات قوية جدا وبأموال مش كبيرة ننتظر فقط هل بقى ستيفاني بولي المدرب هاستطيع يعني خلق الهارموني المناسب لأن الفريق يقدر ينفس تصريحات كاردنالي الملك ميلان الأمريكي كان هو بيحلم أن الفريق مرة أخرى على دورة طالة أوروبا لكن من أنجح المركات وحتى الآن في أوروبا ومحدش حاسس به كتير جدا في وجهة نظري مركاته من على الورق لسه نشوف طبعا في المباريات لكن ميلان ده هو ده اللي استثمار بقى نهوان أن أنت الزيب تبيع لعب آه كان نجم والجميل كان زعي جدا عليه لكن بيع بـ 70 مليون أنت مكانه حوالي صرفت حوالي 95 مليون يورو يعني بلس حوالي 25 مليون يورو فقط زيادة بس عن العائد بتاعتني وإذارت تقوم المراكز النقصة خاصة على الأطراف والجانب الهجومي كلام محترم وقراءة أكثر من رائعي أحمد بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة ده الشرف أنا هوندا بطلع معك شكرا لك جدا وبشكر حضراتك أكيد على متابعتي النهاردة نشوفكم إن شاء الله أنا وكريم بكرة حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل مع السلام